دكتورة مينا أنت في الغالب بتلاقي ببعض الأحيين الناس أجهدهم هل ممكن حد يجهد لأنه هو أخلب قيمة التعاون يعني حمل على نفسه زيادة لأن مثلا زميله وشال فهو راح شايل ده بتنصعيب إيه لو حصل ده يطلب يعني اللي حواليه ساعدوه اشتغلوا معي ساعدوني تعاونوا معي عشان التارجلت اللي احنا حطينه فأوريدي هم بيعملوا كده يعني بيبدأوا يكلموا بعض ويشجعوا بعض أن تتعبان يعني كأنه بيحصل فيه غفلة كده صحيح فيحصل تفويق وصاعات بيبقى أحد مهام كابتن الفريق أنه هو يفوق الناس صحيح يفوق الناس يعني إيه يعني يرجعوا للتعاون يرجعوا للتعاون تاني طيب لما بيرجعوا للتعاون أول حاجة بيحسوها بإيه أول حاجة بتحس أنه هو إيه اللي حصل لهم لما بيرجعوا للتعاون فرحانين ده بينطبع عليهم في المطش بيدوا أداء هيل بهمة عايزين مصرين على أنهم يكسبوا بيبقى مختلف انت شايفت يعني أنا عايز أطبط علاقة التعاون بالرجولة يعني يقولك فلان الفريق النهارد اللعب برجولة صحيح يعني حضرتك وكأنه بتقول لنا أن الميزاج بتاع لما يجو واحد يقوله وده واحد ميزاج قريب ممكن يكون ده سببه صحيح إن الفريق متعاون صحيح يعني بيمرروا مع بعض في الوقت الصح وبيعملوا الكلام ده في الوقت الصح بسرعة بوقت يعني يزابطين الحركة مع بعض ده بيبان جدا في المقبل نختم بقى نبتدي بحضرتك دكتور مينة ممكن تقول لنا شوية رسائل كده ممكن نحطها في كتاب الأطفال كتاب القيم اللي احنا بنكترحه في حياتنا كتاب الأطفال اللي بيتعلموا ايه أكتر نصيحة من خلال عملك في الرياضة ايه أكتر نصيحة تقوليها للأطفال عن التعاون يعني دايما بنعمل إجراءات كده هم ما ياخدوش بالهم إنه ده تعاون بس هو بيبقى القيم بتتغرس فيهم من غير ما ياخدوا بالهم يعني زي مثلا إنه إحنا في المطشو مثلا قوم لجيب لزميلك في التايم أو تبياخدوا البعض ميا فده بيبين جدا مثلا يشيلوا الكور يساعدوا بعض الكور بتبقى تقيلة جدا على شخص واحد فبيساعدوا بعض هاي اللي ايه علاقة ده بالحرفانة لكن لكن ده ده بيوصل ده بيوصل بحقق كم يعني أنت لا تستصغل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ويبقى لا تحقرن من التعاون شيئا حتى لو عدتشيل الأزايز أو الكور لي باقي الفريق صحيح شكرا كلام جميل جدا جدا